أوقفت مفارز مشتركة للجيش الجزائري خلال عمليات عبر النواحي العسكرية 21 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 3 قناطير و 12 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 22 من شهر أوت الجاري بيان لوزارة الدفاع الجزائرية كشف أيضا أن مفارز للجيش أوقفت 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات منفصلة عبر تراب البلاد وضبطت أسلحة وذخائر فيما أحبط حراس سواحل محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الجزائرية وأنقذ 242 شخصا وأوقف مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة